هل يجوز للمرأة العمل رغم رفض زوجها ذلك؟ ها اصدعت، ها المشاكين، ها الفيمينيزم، ها النسوية أقل لك رق ساعة و تاني مشيول واحد المحطة طلوقي أخرى أقل لك سألبي جيتي تنتعلي هادي ما ضق عندك انت شوف اشترفها طاعة المرأة لزوجها رأى ليس لذاته راحنا لجينا نشوف ريوسنا راحنا ما فينا ميت طيعة ما فينا ميت شاف وين كذب عليك؟ لكن طاعة المرأة لزوجها هذا من باب طاعتها لربها عز وجل انك نتكلموا على الطاعة في المعروف نعم، ما نقشوش نهائيا ما هو محرم لا سمعة ولا طاعة وخيض رب دماء وما الحيض تفهمنا؟ إلى الرجل كافي رزقه خدمته الحمد لله كافي بها البيت دياله وما بغيش يشوف مرتوها رجل الزنقة تخدم خدمة أخرى من غير خدمة البيت وهي أشرف خدمة وأنبى الخدمة لأن هذه الخدمة كتوجد بها طرف ديال الخبز الخدمة ديالها في دارها كتوجد بها جيل كتوجد بها أمة واحتى الأم والأمة رغم مشتقين من نفس الجيلة فيلقى لها رجلها بنت الناس أنت ما عندك ما تديري في الخدمة تارك واجب عليها أن تلتزين هذا الدين هذا ما قال لا أستاذ يسين ولا أستاذ علان هذا الدين سيد ربي فالمرأة من اللي كتشوف رجلها اعطاها واحد الأمر إما في دائرة المباح أو في دائرة الواجب يرى ما كتشوفش أنها بتطبيقها لذلك الأمر رأى لا دار تعلق بالراجلها رأى تزيد شي شويا ما رأى متوقعش مستحملة راسها رأى تزيد شي طلب طلب لكن اللي كتشوف راسها أنها تتقرب إلى الله بتطبيق ذلك الأمر والله تفعله وهي تتلذذ به فرق ما بين الملائكة وما بين إبليس من الله عز وجل أمر بالسجود على آدم في ذلك اللحظة شنو كان عندو قاع عليه السلام رأى باقي ما زال غادي وقع في معصية رأى باقي لم يشتديه الله عز وجل للنبوة باقي سيقع في المعصية بعدو شنو في قاع تنسجد له البلائكة تسبح بحمد ربيه وتقدس له منذ خلقها الله تفهمنا لكن الملائكة لم تنظر إلى المأمور له بالسجود الملائكة نظرت إلى الآمر بالسجود فقال يا سيد ربي تسجد سمعنا وأطعنا أنا نبقى حين عودوه في الهدرة ألا يعلموا من خلقه وهو اللطيف الخبير خلقه قدره هدى أمر أنا عليا السمع والطاعة لأنه هو الحكيم العليم الحليم الخبير سبحانه وجل في علاء إبليس بدك يضرب العبارات ما بقاش يشوف الآمر بدك يشوف المأمور له بالسجود دك يشوف آدم ايش عندو؟ ايش عندي؟ علمالو باش فيتني؟ واش بدي يفهم عليا؟ والنهار اللي يجا هو يطلبني بعد هذا الجواز وانا قلت ليه وقال ليه وامو ما دارتش ليه وانا مو دارت ليه والنهار اللي يقوله أصلا رح نساكنين في ضاربه واللي إعطانا كده إلى آخر ما نسأليوش لكن من اللي كانت شوف أن هذاك الأمر شرعاً واش غا يضرك؟ واش غادي لقل السينتي من هذيك الخدمة؟ واش غادي تخرج واش غادي تخرج وطلبوه تفهمنا؟ هذا هو أدو ما الأسئلة اللي غا نطرف عني؟ واش هذك الأمر اللي اعطاني هذك الزوج؟ هل ذلك الأمر فيه مخالفة شرعية؟ هذا اللي تهمني ما فيش مخالفة شرعية؟ ما فيها بس أمتثير للأمر في مخالفة شرعية والله وخي يجيب الأمم المتحدة إلا راجلك يقول للمرتو لا أنا راجلك وطعيني عادي تقولي لعبة الحجاب ودك فرع بالراس إلى آخره طعيني أنا بغي مني نبطنا البحر ونبطنا البحر ونبطنا ومرتي قصة هبطتي لابسة اللي بزير البحر لابسة اللي بزير البحر تقولي لابسة اللي بفولار ولكشي هل أقول لي ضرب دماغ تمال حيطي الشريب فولار لا لحيته حجابي ولا لتنازلت عليه ولما عجبكش الحال تلاقينا أخوت تفارقوا أخوت هذا الذي يأمر مرأته بالسفور والتبرج والسفوح أو استفاع هذا لا يستحقوا أن تبقى المرأته تحتها عرج لي وما لقيت كيفاش ندين ليه من اللي يخرج لك ولادك ديك الساعة ملاحدة سلمي عليا